السلام عليكم. يارب تكونوا في افضل حال وافضل صحة. النهاردة هعمل معاكو وصفة سهلة قوي واقتصادية جدا وسهلة عليك ان انت تتعمليها. هتنفعك في الفطر والعشاء للولاد لو زهقانين من الاكل والجبن والحاجات العادية اللي بتاعت الفطر والعشاء. هنا انا عندي تلات بطاطسات اللي هي الحجم المتوسط واستخدمتش حجمها كبير. عندي تلات معلق من الدقيق. حطيت عليهم معلقة كبيرة من النشا. حطيت عليهم معلقة صغيرة من باودر. حطيت عليهم رشة طوم باودر. رشة بصل باودر رشة بابريكا. عندي هنا آآ تلات بضغط. حطيت عليهم ملح وفلفل. وحطيت هنا عندي نص كبات لبن. اول حاجة هبتدي اعملها ان انا همسك البطاطس المبشورة كده. وعصورها كويس قوي من المياه. لحد ما تنزل المياه بتاعته عشان ما تبوزليش الفطيرة بتاعتي. وبعدين هابدأ اضيف البيت. وهضيف الحليب وقلب. طبعا يا جماعة البطاطس من من الحاجات النشوية بس النشويات المفيدة اللي هي فيها النشويات اللي موجودة في الخضار. ودي تبقى فيها مواد غزائية عالية جدا. بزات للاطفال الصغيرين. بزات لولادك صغيرين وراحين المدرسة ممكن تعملهم في الفطيرة دي وتحطها تحطها لهم في اللانش بوكس. تتبقى جميلة جدا. والمكونات بتاعتها مستوية وما فيش حاجة فيها تبوز معاهم في اللانش بوكس. هابدأ اضيف الدقيق بالصورة دي. تلات معالق من الدقيق. وهقلبهم كويس. طبعا وانت بتحط الملح في الخطوة دي تغيبالك. عشان الملح ما يزيتش في الفطيرة بتاعتك. دي هطعمه مش حلو. فتحط رشة ملحة بسيطة. ممكن تضيقي حاجة بسيطة على طرف المعلاقة كده عشان تعرفت زباطي الملح. اعطيت رشة فلفل صغيرة. هبتدي سخن تصنع على النار. حط فيها معلقة من الزبدة. خدوا بالكم من قوام الفطيرة يا جماعة. ما تبقاش لها تقيلة قوي ولا خفيفة او زي ما انتم شايفين القوام بتاعها كده. قوامها حاجة وسط لا تقيلة ولا خفيفة. التصة اللي استخدمتها عندي مقاسها تلاتين سنتي. عاطيت فيها مكعب من الزبدة. طبعا انتو لو ما عندكوش التصة الحجم ده. ممكن ان انتو تستخدموا آآ العجينة هتقسموها على مرتين. تحطها في تصة صغيرة على مرتين. نزلت العجينة كلها زي ما انتم شايفين كده. الفطيرة. وهبدأ اسويها بالشوكة. وهسيبها على النار. النار اللي عندي ديها انا ما علتش النور عليها. يعني النار كانت عالية شوية في الاول. بعدين هديت النار كانت نار متوسطة. وغطيتها. وهبدأ اختبرها من تحت. اول ما تحمر من تحت. آآ هبدأ اقلبها على الناحية التانية. فاختبرتها كده اللي تحمرت من تحت. هبدأ اقلبها ازاي طريقة القلب. هتجيبه طبق كبير. هتقلبوها فيه. من راحة جدا. هي مش هتبقى زلها زقة. بس هي والموضوع عايز حرص عشان الفطيرة ما تقطعش وبقى شكلها حلو. وزا ما انتم شايفين كده بالراحة خالص نزلتها رجعت نزلتها تاني في الطاصة. هبدأ اغطي عليها تاني. وهسيبها تاني المدت آآ المدت هي تقريبا على كل ناحية بتاخد من خمس لسبعة دقايق. يعني ممكن تزيد شوية ممكن تقل شوية حسب بتجاز بتاعي. زا ما انتم شايفين كده انا اختبرتها تاني من ناحية التانية. لقيتها خلاص استوت. واختبرتها بالشوكة. طبعا ما فيش فيها اي اثر لاي سويل. فكده هي جاهزة معنا. هبدأ احط عليها الجبنة بس تسيح. انا حطيت جبنة موزرلا. ممكن انتو تحط تحط الجبن. ممكن الجبنة الرومي تدي طعم حلوة قوي معها. يعني هيبقى زريفة قوي جبنة الرومي معها. ممكن تحط تشيدر. وهبدأ اغطي عليها بالصورة دي. وهسيبها خالص لحد ما الجبنة تسيح. وهبدأ احط عليها من فوق. ازينها بشوية كزبرة خضرة. طبعا كزبرة برضو من الحاجات اللي انا بحبها قوي. بتدي طعم حلوة قوي في الاكل. اه ومفيدة طبعا للصحة جدا. اي لكل الحاجات اللي هي الاوراق الخضرة دي. اه فيها فيتامينات عالية جدا. مفيدة جدا للصحة. زي ما انتو شايفين. دي تعتبر وجبة متكاملة. فيها بيض وفيها حليب. وفيها بطاطس. وفيها دقيق. وفيها هي الكزبرة الخضرة. وفيها جبنة. فيها مكتملة. وما تكلفتش اي حاجة. وما خدتش اي وقت. كلها على بعضها مش هتهد منك في التحضير حوالي عشرين دقيقة. وزي ما انتو شايفين حجمها كبير. بتتقسم بتكفي الاسرة كلها لو انتو اربع افراد كل فرض يطلع له قطعتين. اه زي ما انتو شايفين كده منظرها حلوة قوي. انا كلتها مع مخلل. طعمها كان جميل جدا. طبعا ممكن ترشوا عليها سوس. اي سوس انتو عايزينه. كاتشاب حلو قوي معها برضو. آآ ممكن ترشوا وتحطوا عليها مستردة. ممكن زي ما بتحبوا انتو النكهات دي بالنسبة لكم اللي انتو بتحطوها اللي انتو بتحبوها. بس ما انتو شايفين كده مستوية من جهة وطعمها هيبقى حلو قوي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. وان شاء الله الفترة اللي جاي هعمل معاكم وصفات زي كده كتير. اللي هي الحاجات الخفيفة اللي تنفع الفطار والعشا والولاد هيتبسطوا منها وهيحبوها قوي. آآ انا كل الوصفة كتبها في صندوق الوصف كل المكونات. بتنسونيش في اللايك وسبسكرايب والشير. وشكرا لكم.